فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة ما جيش قال لهم ما فيش بعد ما فيش خلاص هو الحب الأول وحب السيدة خديجة لا قالوا من أحب الناس إليك؟ قال عائشة فإن لا حاصل؟ فرسول الله نعم قال له حب أول وما زال مستمر بس هذا لا يمنعه من أنه هو يدلل السيدة عائشة يدللها بحب ولما يسألوه وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة وعشان كده لو حصل والزوج قابل الحبيبة الأولى في أحوالنا دي في المشكلة اللي احنا فيها دي بيرجع تاني للخلف وتتجدد عليه كل المشاعر وممكن يحاول يتواصل معاه وتضطرب المنظومة الزواجية كلها لأن فيه طرف تالت كان موجود طول الوقت وخرج من حالة الكمون إلى حالة العين إلى حالة الزهور هو كان في حالة الكمون منتظر للحظة المناسبة أن يظهر فيها ولما تحصل المقابلة التانية أو يقدر يوصل إلى أخبار عنه عن الحبيب الأول أو الحبيبة الأولى بيظهر ده وفيه هناك وفيه شيء احنا لازم نفكر فيه شوية مع بعض بيحصل للزوج لو كان مقدرش يتجوز حبيبته الأولى فبيحطه في مساحة من الخيل ويسقط عليها كل المشاعر وكل المحاسن وكل الجمال وتصبح كأنها شخص أسطولي في كل الزوايا وفيه كل المزايا وكل الحسنات وشوفها من كل الزوايا شيء باهر وفي الحقيقة مش كده وتحصل له حالة من حالات احنا بنسميها حالة الافتتان وهي حالة فوق الحب وهو حب جاري في خيالي ملوش صلة بالشخص ولا بالواقع بعض الناس في حالة الافتتان مش بيشوف حقيقة محبوبه واللي بيحذر منه طول الوقت ان الناس يحصل لهم الافتتان ده ان الشخص لابد ان هو يكون معتدل المزاك بس هو في الحقيقة من ساعتها من بيقاش معتدل المزاك شوفوا الكلام اللي حصل في قصص الحب ازاي لما الناس قالوا له وهي دي عبلة هي دي بثينة ما كانوش مصدقين ان هو ألفية كل الكلام ده طب هل التعلق بقى خارج الجواز ده شكل من اشكال الاعتدال لا 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 التعلق خارج الجواز بشكل ليس من اشكال الاعتدال بس الشخص اللي عنده نوع من انوع التعلق ده وبيجاهد ده وبيعيش حياة كاملة مع زوجته هو ده الشيء اللي فيه اعتدال انه ممكن واحد يحصل له ده سيقاوم ده ويعيش حياة كاملة ليس فيها اي شيء لغاية ما يزول عنه ده على فكرة نعم انا عارف ان ده بيكون فيه مشاعر طاغية ليس لها اي منطق وبتعطل العقل من انه يشوف الحقيقة ويشوف الواقع وهنا بيكون الزوج او الزوجة عايشين العلاقة الزوجية على انه هي حكاية واجبة بس لكن ما فيش ايه ما فيش مشاعر ما فيش حياة ما فيش احساس ما فيش خصوصية علاقة فبيحاول في بعض الاحيين ده الزوج يرجع للحب الاول في حياته وببعضها بيعيش معاه في خياله وببعضها يبقى رجلي هنا ورجلي هنا ولما الزوج بيعيش مع الحب الاول في خياله بيعمل مقارنات طول الوقت لدرجة انا شفت ببعض الاحيين بتتعرض علينا حالات لما يكون الحب الاول ده بيكون على حالتان اما يكون الحب الاول ده سيء فيسيب اثر زي الندوب كده او في الاسر السيء ده وتيعمل ايه يخلي الرجل عنده شك في كل الزوجات في كل النساء فيبقى عنده تعامل سيء مع زوجته او يبقى عنده او ممكن يسيب اثر مرغوب فيسيب اثر دايما برضو بيبقى خطر على الزواج لانه طول الوقت عايز يعمل ايه عايز يوصل للاثر ده لانه ممكن يفرقهم هم موجودين في الحب ده ظروف او شيء من هذا القبيل فيفضل هو متعلق بده وفي كل الحالتين سواء الاثر كان سيء او الاثر كان ايابي الاثنين بيكونوا خطر على الحياة الزوجية اشتركوا في القناة